مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستبدأ في دراسة ومناقشة خطة كيفية استكمال العام الدراسي الجاري 2020-2021 وعقد الامتحانات في المدارس بداية من فبراير المقبل تمهيداً لعرضها على الحكومة قبل إعلانها رسمياً يوم الأحد الموافق 14 فبراير القادم والحكومة ستبدأ في طرح مناقشات تقدير موقف الوضع الصحي وسيناريوهات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لاستكمال العام الدراسي الحالي والامتحانات بداية من الأسبوع الأول من فبراير المقبل وكذلك لفتت المصادر إلى أن الوزارة سوف تستعد في خطتها لاستكمال العام الدراسي والامتحانات بسيناريوهين بيتناسبان مع الوضع الراهن في زل استمرار جائحة كورونا على أن يتم عرضهم على الحكومة أولاً لاختيار السيناريو الأقرب والأصلح للطلاب والمعلمين والعملية التعليمية ككل وإعلانه بشكل رسمي ونهائي للطلاب مؤكدة استبعاد لجوء الوزارة لتجربة نظام الأبحاث لتقييم الطلاب عن الفصل الدراسي الأول وكذلك أشارت المصادر أن السيناريو الأول يتمثل في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية بعد 20 فبراير مباشرة حالة قررت الحكومة استقرار الوضع الصحي ومن ثم نزول الطلاب للمدارس لعقد الامتحانات بشكل منظم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع البدء في تعديل خريطة موعيد شرح المناهج لتلك الصفوف والتي تتطلب 96 يوم للدراسة الفعلية للمناهج خلال الفصل الدراسي الثاني مع الاستمرار في تطبيق نظام التعليم الهجين بالمدارس والدراسة أونلاين في شرح المناهج وذكرت المصادر أن السيناريو الثاني يتمثل في تأجيل الاختبارات إلى الفصل الدراسي الثاني ودمجها في امتحان واحد بيؤدي الطلاب في نهاية العام الدراسي 2020-2021 بحيث بيتم تقييم الطلاب في منهج الفصلين الدراسيين في امتحان تربوي واحد بيحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ولا يمثل عبء على الطلاب مع الاستمرار في تطبيق نظام التعليم الهجين والدراسة أونلاين في شرح المناهج ونوهت بأن الوزارة إذا لجأت لهذا السيناريو الأخير فإنها سوف تلتزم ببدء الفصل الدراسي الثاني في موعده دون تعديل لخريطة موعيد شرح المناهج الدراسية وذلك لأن الخريطة الزمنية الحالية بتؤكد على بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 فبراير وبالتالي إذا بدأ الفصل الدراسي بعد هذا التاريخ بأيام أو حتى أسبوع فلن يؤثر على خريطة شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني ولن يتطلب حسف أو إلغاء من المناهج وأوضحت المصادر أن نظام التعليم الهاجين بيرتكز على توزيع الطلاب وفقا لأيام الأسبوع للحضور المدرسي مع تطبيق منظومة التعليم عن بعض في شرح المناهج وأكدت المصادر أن عقد امتحانات الشهادات العامة الدبلومات الفنية والسانوية العامة في موعدها المحدد سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020-2021 حتى هذه اللحظة حيث من المقرر عقد امتحانات الدبلومات الفنية في 29 مايو 2021 على أن تعقد امتحانات السنوية العامة في 19 يونيو القادم وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 وقال وزير التعليم في تصريح له أن كل ما يكتب قبل هذا الموعد هو اكتهادات أو إشاعات أو بل بلى لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد